السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائل طلبات المرحلة الرابعة من مادة تصميم منظومات الرئي الحقلي اليوم وصلنا إلى موضوع بمن تصميم الرئي باستخدام تقدير المرشات إلى تصميم الأنبوب الفرعي لا زلنا به لكن إذا كان الأنبوب الفرعي يحتوي على أقطار متعددة يعني أنا من أصمم الأنبوب الفرعي ما أصممه بـ 200 واحد وإنما لكل طول معين أصمم بقطر مختلف الغرض من هذا أنه الهدف الرئيسي من هذه المرشات أنه أنا أوصل إلى المناطق المطلوبة لإجراء عملية الرئي بها بالهيد والمستوى المطلوب في بعض الأحيان شحنات الضغط التي تنشحن عن طريق الأنبوب الفرعي في بداية الأنبوب الفرعي ما تصل بالكفاءة المطلوبة إلى باقي المرشات لذلك يكون الحل الآخر أو الحل البديل هو تغيير قطر الأنبوب ودائماً ما يسمى بتقليص قطر الأنبوب لأن كل ما تقلصت المساحة السرع مال الجريان الماء داخل هذا الأنبوب تكون آلية وبالتالي سرعة التدفق من داخل المشعبات أو من داخل المرشات الصغيرة السبرينجلار تكون أعلى سوف نقوم بتقليص قطر الأنبوب الأنبوب الفرعي متعدد الأقطار تمام الغرض من هذا الموضوع الأهم الكريتيريا بطريقة تصميمة أنه يفرض الهيد لوسيس إلها قيمة معينة تعطى أنه مثلاً يقول لك أنا أريد الهيد لوسيس الكلي ما يتجاوز مثلاً سبعة تمام أو ما يتجاوز الثلاثة أو ما يتجاوز حسب تمام يعني يمطل قيمة الهيد لوسيس الكلي فهنا شيء يجي معناها ينجي أنه مثلاً الأنبوب يصميمها بقطرين مثلاً كأن يكون دي واحد دي يعني فإحنا القطر الأول شنسميه نسميه دي وان يوز دي وان فراح يصير قيمة الهف وان أكبر من الهف وعندما نستخدم الدي تو فور الوايب الهف تو إذا استخدمنا أنبوبين مثلاً هزا يقول لك الأول قطرة دي وان الثاني قطرة دي تو حسابت لهذا عن طريق معادلة حسابت الهف حسابت قيمة الهف ظهرت قيمة الهف من هذا الأنبوب دي وان يعني اشف وان أكبر من الهف الكلية المسموه بيه فهنا ما نستخدم هذا الأنبوب يهمن تمام هاي يحدد لك شنو بأنواع الأقطار يعني أنت ترشح مثلاً ثلاث أقطار إلى أربعة تختبرهن كلهن تحسب قيمة الهف لكل لكل أنبوب بحيث قيمة الهف هذا الأنبوب بهذا القطر لا تتجاوز الهف ديزاين المسموح ذلك كاتبت لك عن المعلومة في هذا الموضوع يفترض الهف ديزاين معينة في التصميم فإذا كانت قيمة الهف 1 اللي هو ناتجة عند الهف دي 1 أكبر من الهف خلاص ما نستخدمها تمام؟ بينما إذا كانت قيمة الهف 2 بالنسبة للقطر T2 أصغر من الهف هو هذا المطلوب اللي نستخدمه حسابت الهف 2 هي معادلة وليام هيزين كويجين اللي هي هاي المعادلة مجرد إذا اهف 1 الهف 1 وإذا اهف 2 ال D راح يصير D2 تمام معينة؟ وهذا ال N هنا يعتبر هو عن عرض المرشات بهذه القيمة بهذه القيمة راح نحسب احنا نسميه الحالات إن نستخدم قطر معين وما يغني بالغرض من قيمة الهيدلوسي المظلوب نستخدم قطر آخر تمام؟ نظل نحسب إلى أن نستخدم القطر اللي ما يتجاوز قيمة الهيدلوسيس بي أعلى من الهيدلوسيس المسموحة الأشعف بالكلية تساوي لك وعبارة عن الأشعف بالهيدلوسيس القطر الأول أو الأنبوب الأول ذات القطر الأول والهيدلوسيس بالقطر الثاني تمام معيني؟ بهذه المقدار لاحظ هنا هذا أنبوب عندك فرعي التصريف الكلي داخلنا لمنطقة طول معينة L تمام؟ L لحسن هذا هو طول الكلي L لكن بما أن الأقطار تلفت فرعي يسمى L1 و L2 لاحظ هذا L1 ضمن قطر D1 اللي هو هذا القطر والL2 اللي ضمن القطر D2 بس هو الطول الكلي هو L دائما قيمة D1 ستكون أصغر من قيمة D2 حسنا نخذ هذا الموضوع بمناسبة الموضوع جدا بسيط الغرض المعدة هو بنا نتوزيع الشحنة حتى الأمور اللي نوصل بها حتى نضخ الماء داخل الأنبوب يكون بنفس السرعة المتساوية و بنفس الهيد نستخدم شحنات توزيع الضغط لكن بالأبعاد الكبيرة مرات تكون شحنات توزيع الضغط الهيد لوسيزي اللي مصمم عليه 10 متر الـ Q Average هذا مقدارة الـ L1 هذا مقدار الـ L1 يشمل الـ L LATERAL هذا مو L1 يعني الـ L الكل وكأنه يشمل جميع الأقطار قيمته 340 متر الـ SPACING 12-14 S1 في S2 بعد ذلك الـ PIB ما هي أنواع الأقطار المتوفر الأقطار التجارية متوفر الـ 50 و 63 و 75% والـ C المادة المصنعة لديها الأنبوب هذه قيمتها تفيدك بمعادلة الـ William Hayes equation الآن نحسب الـ HF لكل الأنبوب أول شي نحسب الآن عرض المرشات يساوي الـ L1 على S1 340 على 12 طول هذا الـ L يعني الطول الكلي للـ LATERAL أو الـ LATERAL تمام 342 على 12 28 سيبرانجلر يعني 2020 مرشة صغيرة تقرب للرقم الأكبر بعد ذلك نحسب التصريف الكل يساوي الـ N في الـ Q Average تمام عيني الوحدات جدا ضرورية أسرح نختبر أنبوب أنبوب قطر قطر في حالة الأولى دي 200 جدد 50 نحسب قيمة الـ HF قيمة الـ HF 151 طيب القيمة المسموح بها جدد 10 متر إذن هذا شي في الأنبوب نختبر غير اقتصادي ويستخدم كيس 2 من يطبق قيمة الـ D 063 نحسب اشغال صهر 49 اكبر من العشرة اذا ما يناسبنا من استخدامه الحالة الثالثة الدي اشغال 75 طبق اشغال طلعت قيمته 21 والدي فور اشغال قيمته 100 مل اهنا طلع اله اف 5 بوينت اثنين تمام معيني فهسا بهاي الحالة اش نستخدم بهذه الحالة نستخدم لازم قطرين هنا هنا القطرين اللي تستخدمين قطر منعتهن الاول والثاني تمام معيني فتحدد هاي قيم الاقطار هنا قيم الاقطار تحددهم تمام اعلى احنا بنسميهن اقل قطرين لان لاحظ هذا اشغال 151 49 هذولي اقل قطرين الخمسة ضم بالسيف سايد لكن هذا اقرب بالسيف سايد لان لازم عنده قطرين لانه انطاني عدة اقطار فهذا معناه تصميم انبوب فرعي متعدد الاقطار فنستخدم بالD 75 وD 100 تمام معيني بهذه الصيغة هسى ال L كل شي ساوي انا ال 340 هو عبارة عن L1 زاد L2 تمام عرض لمرشات الكل لازم قطرين 28 هاي الفرضية ثابتة تمام معيني هاي الفرضية احنا نسميها تكون فرضية ثابتة اللي هي اسيوم لاحظة السهلج قد طلع الأول 151 HF فيكون أكبر الثاني 49 الثالث 21 والرابع 5.2 هذا هو الأصغر فنستخدم لازم احنا اثنين فناخذ أقل اثنين هسي نجعل فرضية وان متعدد الأقطار الطول الكل 340 وننبره في سبرنجا 28 فالالو الكلي هو عبارة عن ال 1 زائد ال 2 راح نختار قطرين ال 1 للدي وانا والال 2 للدي 2 فالريتش الأول النهر الأول او الفرع الأول او الطول الأول راح ياخذ L1 والنمبر اوف سبرنجلر دائما تفرضين وديا دائما اول واحد احنا سبق ونوهنا انه دائما قيمة D2 تكون اكبر من D1 هاي باخر المحاضرة واكتبها لكم تخلي في بالك انه انت بالديزاين كريتيريا انه دائما دائما الدي 1 يكون اصغر من D2 تمام عيني؟ يعني الدي 2 يعني كقيمة تاخذها فدائما القيمة الرئيسية تاخذها بهذا المقدار فدائما الدي 2 هو يكون الاكبر فهذا الـ L1 تمام عيني والدي 75 والثاني L2 نفرض نعرف قيمة نعرف بس الـ L الكلية وشقد النمبر اوف سبرنجلر فهنا فرضنا عدد المرشات هو بالمناسبة من يقول عدد المرشات الكلي هذا وين؟ على الانبوب الواحد يعني هس خلاجة وضحلكم هنا حتى تكون ممحة امامك منطلعنا عدد المرشات الصغيرة 28 يقصد على طول الانبوب طيب اني يعني على طول الـ L زيراني هذا الانبوب مقسم الى قطرين صار بقطرين اللي هو 75 و 100 ملم Garrett say نذهب تقسم للطولين وكاد ثم Use A في القطرين يكون لال tastes فعلي المرشات موززة على الطول كما مرشة موززة على الطول فش تعت studying فالمرشات الموززة على الطول اول نفرضها они small والمرشات على الطول الثاني يساوي الـ L2 هذا كل موززة على المجدات لايشان فيها فهذا هي 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 الأس deg these 나는аль تمام عيني فشي تقول تقول انه المفروض الموجودات على الأنبوب الأول ليو الأنبوب على القطرة الأول ضمن نفس الأنبوب والموجودات على القطرة الثانية للنفس الأنبوب الينا عرضهم من كل سجين على الأنبوب ككل بدون يعني ما علاقة بالأقطار 28 فرا حي蛻او ساوي 28 على الكل ناقص pode على نفس الأنبوب بالقطرة الأول تمام عيني هذا المقدار تروح تطبق المعادلة الكلية لقيمة ال HF عبارة عن راح سر عندك 2 قيم ال HF هي 10 تطبق مرة للقطر 100 رجل مقدارة مقدارة 100 تمام عيني بس والحالة يعني كقيمة أولى والحالة الثانية كذلك احنا بالمناسبة سبقنا وهنا لهذا الموضوع لازم انه انت تحسب قيمة اللي تماها لاحظ هنا F28 وهنا القيمة الرئيسية التصريف الكل عندك تمام عيني وهنا نحسب لي N والبعدها N ناقص القيمة الكلية القيمة الكلية اللي على السبرنقل هنا المعادلة الكلية مت تكون عندك بهذه الصيغة معامل FN الى قانون سبقنا وهنا قلنا ضمن محاضرة الويلام هايزين اكويشن ينكتب اللي هو هذا القانون تمام عيني اللي هو هذا القانون قيمة FI انا صراحة اطلب من عندك دائما بالامتحان توصل للمعادلة النهائية اللي تربط لقيمة الهيد لوسيس بالأقطار الموجودة المقترحة او الديزاين الكريتيريا الهين بحيث تصل للFN لأن الFN حسابه هو عبارة عن تحليلات عددية يعني FN او اول شي افرضة واحد بعدين افرضة كذا يعني على قيمة الهين وتحسب قيمة لمعامل الكريتشين وكقيمة مقدارها وبعد ذلك نحسب الهيد لوسيس بهذا المقدار تمام هذا اهم فقرة تنتبه لها يعني بهذا الموضوع سوى انو احنا نرجع الى موضوعنا الرئيسي انو موضوع التصميم الأنبوب الفرعي بطرق متعدد الأقطار يقصد به انو آني نفس الأنبوب الفرعي اجري لعملية تصميم لكن بأقطار مختلفة لذلك انت لازم تعرف تختبر اول فقرة تختبر قيمة الهيد لوسيس في كل أنبوب بعد اختبار قيم الهيد لوسيس تحدد الأنابيب اللي يتحقق لك مقارب للهيد لوسيس التصليمي او اقل من عنده تختار هذه الأنابيب ودائما احنا ما نسعى الى طريقة نغير الأنابيب الى ثلاثة اربعة يعني يكون الماكسيمو بثنين او ثري لانه كثرة تغيير الأنابيب راح تصير عملية نقل الطاقة وحساب الخط الهايدروليكي لنقل الطاقة معقد جدا ذلك اغلب التصاميم موليكريتيلية يكتفون بعمليات تغيير قطر الأنبوب قطر الأقطار من نفس الأنبوب من قطرين الى ثلاثة كماكسيمو تمام؟ بعد ذلك نحسب قيمة الهيد لوسيس ونحدد قيم الدياميتر المقترحة او الدياميتر نحن نسميه ضمن الأقطار التجارية الموجودة في سوق العمل محاضرتنا لهذا اليوم انتهت اذا عندك اي سؤالة واستفسار تقدر ترسلنا على القناة ان شاء الله نجاوبكم عليه نهوية هاي تكون محاضرة بالمناسبة وهذه حبينا نعرج عليه الموضوع لانه يحدث مو دائما مشرط دائما انه تجري عملية تغيير الأقطار للأنبوب الفرع الواحد حسب الكريتيريا اذا كانت شحنة الضغط المطلوبة لنقل الهيد مقدار الهيد او ضغط الماء داخل هذا الأنبوب ما تكفي لا تصل الى أقطار معينة او الى أطوال معينة يتجرأ او يعني تحدث عملية تعديل مثلا ضمن تكون كفاءتها تصل الى 90 او 95% ضمن كذا طول بعد ذلك تبدأت قليل كفاءة فهذا الطول للأضافة الاخر نغير بالقطر وكأنه نتلاعب او نغير او نعمل change up بالكريتيريا الخاصة بالجيومتري لنفس الأنبوب نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات اشتركوا في القناة